موسيقى موسيقى السلام عليكم انا كنتم مسمعين الكرام اهلا بكم فنون في بلادي موسيقى موسيقى اذا حلقة اليوم بعد قليل غاندي نستقبل الممثل والمخرج المغربي عمر لطفيل ستكلم لنا على الاول اخراج يلو الفيلم البطل اللي كان في القاعدة السينمائية في المغرب في الاسبوع الثاني وكذلك غتلتحق بنا الفنانة المغربية اسبوع الخمليشي لتتلعب دور لتجسد فيه لحياة ديالها كممثلات كل من علاها التجربة ديالها هدو مضيوف حلقة اليوم كلكم تفعلوا معنا في المباشر على الفيسبوك غاندي الوقفة غنائية ولتوفيق يغني للعندل بالاصمر قارئة الفنغان ونرجع لكم مع ضيفي على ميديا اذا ضيفي اليوم جاي تكلم لنا على التجربة الجديدة دياله في الإخراج فيلم البطل اللي في الأسبوع الثاني في القاعدة السينمائية المغربية ممتل مغربي وكذلك تشارك في الكتابة السيناريو وإدارة ديال الممثلين وحتى حتى الانتاج اليوم عمر لطفي ضيف ديالي مرحبا بك سي عمر أهلا وسهلا نار كبير هذا ليلى نهار وأغلل هنا أنا فرحان وتحنا أكثر من لك فرحاني الله يحفظك خير منتصر ليك وحشا كيف كيقول مرحبا تبارك الله عليك ومعنا جيتي وجمتنينا واحد لهذه يزوينا مرحبا ضروري جمتنينا ممثلة اللي عزيزة على قلبنا واللي تبارك الله عندها تايا مسيرة مطولة وتايا تخلات الانتاج الانتاج غتكلم لنا لانا دخلتا هي الانتاج فيلم اللي غنشوفوه قريبا ياسمال خمليشي واللي قررتا أنا تكون تايا حضرة بعد قليل اذا للتجربة ديال الاخراج مني متى انت تتخمم بأنك بغي تدير الاخراج شو صراحة ان كنت كنخمم ولكن كنت كنخمم في صمت لانك تعرف الممثيل يعني باش يكون كي هضرع الاخراج هو ممثيل شوية صعيبة من الليك يخرج من ذاك الادوزيام كاسكات اللي كي لبسها على سأنه هي ديال الاخراج نحن كنعرفوا بلي كتأثر على المسيرة مسيرة ديالو اكيد يعني بتجربة ديال بزاف ديال الممثيلين اللي كي يزوروا الاخراج حاليا يعني ذاك الفترة كتكون وحد الفترة اللي هي صعيبة كي يكون الطلب قليل ما كي ما كتبقشت خدمة وشو صب هاد القضية هذي كنتمنى يكون تغيير ولا يكون شي نشوفوها بطريقة اخرى لانه كي بقى الممثيل ممثيل ومعنى التاع علاقة بانه الى دار الاخراج بالنسبة لي انها تجربة كانت تجربة زوينة بزاف استفت منها بزاف وكان لابد نديرها لانه كان حلم دفين فيها بالنسبة لي يعني انه نقوله الحلم تحقق بيانسو ها حيث كين نتي لانكين الان ما نشحنا في المغرب وحتى خارج المغرب نشوفو منتلين عالميين بعد مسائرة مطولة في التمثيل انهم مشوهم مورا الكاميرا كين اللي تتقبل هاد القضية وكين اللي ما تتقبل جيقولك بعدها خلي بعدها يدير اسم دياله وعادي يدير الاخراج طبعا يا كل الله انت مني قررتي انك دخل الغمار ديال الفيلم ديالك البطل كان تخوفات عندك ولا لا بيانسو كان عندي تخوفات يعني تخوفات من ناس من لا كخيتيك عندك شي اللي بغي في الفيلم ديالك شوف هي لعنتي توقع محسوبة عليك اول فيم طبعا الحال هي كتبقى بحلق التي مغامرة يعني من من واحد من واحد كتبني وحدك كارير مثلا ديال ديال تمثيل كتحول انك يعني تفرض راسك اولا تكون عندك مكانة يعني في دومين ديال ديال تمثيل كتجيك تدير الاخراج بالنسبة لي انا تغامرة يعني الاخراج بحل ديال القادية ديال ممكن ترجع للور تحسبات عليك وللت تحسبات عليك ستأثر بينسوق على المسيرة ديالك كممثيل ومشي بطبيعة حال مشي على مشي قاعد الممتجين يشوفوا بهذه الطريقة الحمد لله كيني الناس اللي يشوفوا بطريقة هورا يعني مدم انت ممثيل ودرت الاخراج اراها كتبقات مسيرة ديالك كممثيل يعني قد يكون عندي عمل معين ودي يعيطو لك يعيطو لك باشتج ما جيت خدم معاهم في فيلم او لا في يك ما عاديش قلو سا في هذا مشي الاخراج لابا سا في غاديش يتوضع يريد ديالك تسبع عرفه من الداخل ديالك ما بغيك ديجا ديجا حاط لك ديك تسنك غير ما ما كرع عرف مالك خاصو ديمي يلقى لك شي حاج ولكنا نظن بأن الحمد لله كين دي بروديكتور اللي ما كيشوفوش بالطريقة وكنضن الفين ما هو اخرج كين دابع كي بقى الحكم لابا الأسبوع الثاني في صلاة ينا ندخلو في الأجواء ديال فيلم ديالك الباطل ورجع لكم عضيفي المخرج والممثل عمر لطفيا الفيلم في أسبوع الثاني أنك قررتي تكون مخرج وأنا كنت اختاريتي واحد القالب لفيلم تجاري ما بين الكوميديا والأكشن واش غتبقى فيك هالطابع لأن را قلت لك ناس كل شي تتسننوا وغايل يقولوا هذا ممثل ديال الأفلام التجارية مش غايد لنا فيلم اللي غادي يكون فيلم دوتر أو كده شوف هاد المسألة هدي عندي علاقة ب يعني بالفكر على الأساس حيث نهار لولفش جاءت الفكر أنا ندير فيلم سينمائي بطبيل حال الكوميديا كانت آخر عزونا فكر فعلا الكوميديا كانت الفكرة ديلي أنا ندير فيلم كوميديا هو أنه مرتبط بلا سعال مرتبط بال يعني انفيسيسمون اللي غادي يدار غادي يجي منتج غادي يحط واحد وحد 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 وصوم اللي هي مثلا واحد بيجي ديلي ديلي الفيلم كي خص فغيما أنا بنسبالي انفيسيسمون خاص هذا انفيسيسمون يطرع أنه يدار في واحد القلب ديلي الفيلم سينمائي اللي غادي يحاول يخدم فيلم اللي غادي يدخل القاعات وغادي يجنري هو الروفين ديولو وتكون عنده ما داخل ما خديديش دعم لا ما خديديش ما خديديش دعم كانت غادي نكون زي ما غادي آناني إلا إلا درت في لان فيلم دوتر وخديت دعم ديال شخص معين ودرت فيلم ونضرب بفليف سيفا له هذا وفالأخر غادي نخسل عليها الفيلم غادي شي انتك تعرف بور لانستان السينما الحمدلله يالله بدأت تنتعش في الجانب مثلا ديال الكوميديا وكنضن من هنا القدام غاوي مزج ما بين قدو نحط فيلم مثلا روائي ويكونوا فيها ديستاغ اللي هو ما معروفين مغاربة وكذا ما قدو نقوله غاي بدي يدخل المداخل ديال ولكم باش ندير فيلم اللي هو فيلم دوتر ونرزي منتيج على قدو لعد بادي كنضن هدي ما قدش نديرها تكون مزاجفة بالنسبة بالنسبة والمنتيج بغي انفسي في السينيما وهات شي طرح بالزاف المنتجين اللي كانوا دخلوا للسينيما واتخاف ديغية لزات اللي باعوا اليوم الوهم باعوا اليوم الوهم ادخل دي فيستيفال كالغرض دير هو أنه يدير باسبور ويتسارى به في باكتوف الفيستيفال ويزيد ميتين مليون كيدخل خمسوسب بالألف درم هذي بالنسبة لأنا اكتر حاجة اللي تكون كدر المنتج او لكدر واحد بغي انفسي في السينيما هي أنك توهمه بانفي المداتر لأنه اللي غاي قدي يدخل منه مداخل اللي هي مهمة وهذي كدباء كبيرة نعم إذن المنتج هو ريدوان شكري يمشي عند الاخر واشنطن ولا هو هو قال بانك تتربطكم وحد صداقة وكان هو حتيقة وكذلك إعجاب قال في العائلة لأنه يعرفوك لأم ديالو هذا شكري يمشي عند الاخر باش واشنطن قال لدي فيلم واعر ولا كان عندي الفلوس وبغيت ننتج وجريتي لأنه هو الجريبات يمت كذلك شوف والله العادي مجت بدون تخطيط كانت المبادرة كانت فشلاقينا أول مرة كنا نهضر على السينما وكان نهضر علىها بزاف تحويج علاقتنا توطضات على أنه بحل قلتي تقولينا صحاب كثير ما أننا نفكر نشتغل مع بعضياتنا جاء واحد النهار قال لي أجي بل نديروا نديروا شي فيلم سينما ورش قلت له قلت له أنا نعونك قال لي لا حملني المسؤولية أكثر والذي يزوين فريدوان هو أنه يهز بك ويضع في مكان الذي صراحة هو برأسه أخذت تقريبا وهو يحاول يشوف فيها بزاف الحويج لأنا ما عاد هاد شي خرج بواحد النتيجة أنه فينا لن نديروا فيلم سينما وكانت أحسن حاجة هو أن أنني الاسم يرتابط باسم كبير بحل ردوان هنرجع ونتكلم على الفيلم والقصة دياله وغا تلتحق بنا الممثلة أسماء الخمليشي هندروا وقفة موسيقية هنضروا الأغنية ديال خالد يلا نضروا خالد بقطعات ديال من أشهر الأغاني دياله ورشعلكم فيه اللقاء المباشر يمكن لكم تشوفونا على الفيسبوك مباشرة فيسبوك إداعات ميديان وبرنامجكم الفنون في بلاد رجالنا لكم مسمعين الكرام على ميديان ومعي المخرج والممثل والسيناريست المغربي عمر لطفي اللي جاي تكلمين على الفيلم دياله الباطل اللي في القاعات السينمائية في الأسبوع الثاني والتحقت بنا الممثلة أسمع الخمليشي أهلا بك أسماء السلام عليكم هذا نهار كبير هذا الأخ منتصر تحت ضرب هيا الأخ دي كل عباسة بتبتات في كوليست تهضر معي بشكل هادي ينفيصان في الشخصيات تقول لا لا حاشا 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 أول ملال هيا الأخ شو شو غير حيت حيت المي المي خو مي ديال وو يكن مرحبا مرحبا ونديرو تحنا البوز شوية تتبرك الله عليك دير البوز بلا ما تديري شين شين أنا ما غير نفهم شي هذا هذا لا تتبرك الله عليك تحطي أي صورة في البوز تجيب البوز زم أول ما عارف وش قول 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 أردت الوالدين أنا أنا شوف هي شا نقول للا أسماء صاحبتنا و هي وراتنا صاحبتنا ناخ ناخ لا لا هي تصاق لا تقصد هي الصور دي لكل هم بعد حاجة أحد أسماء هو أنه أي حاجة كدير كدير بقلب كبير ما فيهاش ما فيهاش شي دي صراحة صراحة احنا للي في نشوية دي حنا للي صراحة واقع احنا اشتيا اخويا عمر دي اختك اذا عمر حقيقة نعم نعم اللي كي عرفوني الناس نية نية ودي واحد يدير نية دايما وما يخافش وما يخافش اذا عمر لطفي كان ضيف ديالي وقال يا قدي نجي معي اسماء الخمليشي وانا قل مرحبا اسماء الخمليشي تتلع بي دور يعني ما نقول حضور لتتلعب فيه وتتجدي الحياة ديالك كممثلة شنو يخلك انك تخلي في هاد المغامرة لانا اي اول مغامرة دياله اول مرات يقوم الاخراج يعني شنو يخلك انك تقبلي وتمشي معاه في هاد الافنتور يعني تغامري بالكاريير ديالك وتقبلي بواحد يالله قال بسم الله يالله بشكل تاني لا حاجة وحدة سبارك الضع لعمر ومن كره شي يكترو من انواع من نوع عمر لان خصنا يكون عندنا ان ان استخد السينيما وهو كي ساهم فاتش اذا انا كممثلة وعزيزة لي مغيم لنسي يزيد القدام انا كنشجع بحال هاتش يعني اذا الشي اللي كتعرف وانا ما كن كيدوز ردوان تبارك الله اللي عندو تجري بس ان يبان ام بورتو كي مع عمر ارمك ان ي ي با دو عزار دون لا ارمك ارمك وردوان كل واحد يتمنى يخدم سواء في الموسيقى او في الانتاج او اي حاجة يعني تريدوان توا فيزيون يتوا عارف إلا تفلوس وخوام عارف نحط سي تايق لان تي كون وحد الحب وحد الوافاء قبل من ان في انا اي ونقول لك منتسر اه بطبي الحال عندك صح منتسر ادي نقول واحد الحاجة اليوم في الصباح خذت البتدة جني مع عمر وانا كنسمعه كي هذر وكان كتشف بان تبارك الله لها الولد وهذا الانسان عنده عنده واحد عنده واحد الانتليجنس سبونطاني الناتوريل هلا ما كتظنش بانه هذر دويس شحال من واحد واحد وكان عالمي ما هذيش يشوف هذر المميزات اللي عند الواحد غير هذي يجي ويستثمر يعني ميمكنش شنون يخليك انت ده بجاوبي نعلى السؤال واخر سيدي انا هنجاوبك اه اه عمر زاميل في المهنة والله عمر هذر يعني دائما متخلق مع الناس انسانيا انسان اللي عمر هذر منينجا قال لي اشوف اراني فكرت فيك وانحنا جايين اه احنا قد نضحكوا شي شوية اه قال لي اراني فكرت فيك وفي الفيلم كان لعب ممثل وممثل ولكن فاشل وشنو كنو ولا ما كيناش اه وشنو مش فاشل وش الشاب لا مش فاشل في الحياة لا سنة بان بان كوميديا دكشي عندك ولا ما عندكش موهيبة هذا الدور ديال يعني النفو ديال عمر سبارك الله علي إلا في سيب فرا سن تخي بان كوميديا قدنا في المغرب يعني يقدر يلعب هد تطور بحي الها اذا بدا بزيرو وده بوصل لعشرة في عينك في عينك اخونا ايو نكمل لكن نكمل بغي ضغية اول فيلم ديالك زيرو يعني بديتي بزيرو بفيلم لا 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 بديتي بفيلم زيرو وتبارك الله ده بوصلت للفيلم عشرة باطل بديتي من زيرو الباطل ايام وينش لا 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 تبارك الله عندك تنش لين عندك اللي فو ولكن تندراج مع اي واحد لا تبارك الله ولكن اللي مريت اللي مريت اللي ما عارفه اشركة ممثل ايا بيان سور لكمل لكم الاستوار ديال عمر وانايا قلي شوفي ارا هدك الدور لها دي اللعب كيحلم باش يكون ممثل وكيحلم بمنا دي كون وادا شعرف لي اللي فكر ممثلة وخصو ينجح والحم ديال وغير يقلس معها ويهضر معها وكان كالكباق امو غودي هل مخرج ديالي مره تاوى هاد المخرج ديالك نعم بما نهضر شعلي نعم 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 على الفيلم على البطل على السمي لا بيعجبني قلت له على الرأس والعيني وفرانش شرف لي شكرا بالعكس بالعكس داب الحاجة الوحيدة وش وش كانت حقيقة ولا ما كانت حقيقة شوف نقول لك نقول لك شنو بالضبط نعم أسماء أسماء الخملي شي الحمد لله انت كتعرف إذا رجعنا شوية باللور كانت واحد وقيت أسماء آآ رجينا رسون ديالي آآ أيقونة آآ فان حنا كراش ديالنا هي أسماء الخملي آآ آآ ديالعالي اللي كتبت وأنا حاولت نحط فيه شي حويج اللي بالصح ملموسين دونك مكينة شوحدة أنا نهار كتب الباطل وضيخة نشكر جوش الناس اللي معي في الكتابة اليوم هدي شهاب وربع بن جاحيل فاش كنت كنحط لك كون البرسوناج قبل من كتبوك كنت تتصل به وش معايا حيث أنا كاتب على منترين صارت لي معا معقع دابا إذا هاتشي كانت حقيقة وقب بينسوغ احنا أنا في أنا يعني في الميدان قبل منك بينسوغ ولكن قلك كنت تحلم الله مت تبدلتي بينسوغ كنت تحلم وكنت داير نت أجي وكنت داير تصاور كان حلم وقا شوف ونا ما نكلمش عكونا شوف بحال في الفيلم نقول لك واحد القادية أولا ما كانش عندي بيت كنت كان بات مع أخوتي أحنا ما كبرنا كان عندنا بيت نعصوب صالون كان نعصوب ستلسل نعصوب 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 أول حاجة ثاني حاجة وفين كانت تصاور في القوتي كنت تخبي تصاور لك وكان عندي هاتشي وكان دي تصاور نعلقه ونا في بالا عندك لموين باش كان دوك ساعة تصاور دي كانوا خرجوا دي الكابتين ماجد ونا مروا مقنع كون كي خرجوا من فذي مسكت دي درب على الريال وفي ذاك الشي معلنا في ذاك الوقيت سيجي لما ينزع معا نعصوب تصاور نعلقهم نعم واخر و لكن علاق تصاور في القلب و هذا هو المهم إذن الفيلم الآن تراضي عليه يعني لذك شي كتير توقعه بعد المونتاج و بعد يخرج في القاعدة السينمائية تراضي عليه يعني الكريتك شنو تيقول الحمد لله صراحة لقيت أولا اللي كان أهم حاجة بالنسبالي يشوف واحد النوع دي بالنسبالي لأنه راحتي الفيلم في واحد نوع دي الكوميديا اللي شوية كان عندي شك وش المغربة غادين يتقبلوها وش غادين يتفعلوا معها ولا لا علاش لأن القصة سهلة لأنه ويلد شاب تيخدم عمو في قوة متنقلة و لكن تيحمل واحد طموح باش يكون نجم سينمائي و بعد غاد يتخلف مع عصابة و مهم ما غاد تقلي في حياته حياته نعم كان عندي كان نقول الحمد لله هذا الكاسينج اللي كان في الفيلم بعد خطرات أسماء كبيرة كانت تأثار على فيلم بحل 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 مني كتجيب مثلا واحد خمسة ولا ستحت تل سبعات الأسماء وسمية تنسيك في سمية يأما يأما يكون العمل قادي الزوم أو لغتو غير حاطهم في عمل لغريمو ما غاديشي ما غاديشي يكون حياته هاي تدر كدر الفيلم في حد ذاته فالكتابة الحمد لله خدينا وقتنا في الكتابة شحال 4 سنين لا لا صراحة الفيلم نقول لك عنده تقريبا ما بين ما بين الكتابة عام دي الكتابة وعام وحنا حتى التصوير وتصوير مدة دي تلتة سيمانات ونهار تلتة سيمانات ونهار ونهار بالضبط في تنجا لأنني كان عندي تصوير ما بين كازا وما بين تنجا بالنسبة لي أنا دي ما كان نجد التغيير دي ما يعجبني ما كان نكون شراضي على 100% غير المنتاج وصلت ل 37% درجة أن المنتاج اللي هو المشاه رب قال لي أنت مستم ما أمقاش معك عاجز منتاج لأنه الإخراج في شوية الاكشن ودخلت في الإخراج واحد الإخراج الجديد على السينما المغربية يعني لكن أحمق على سينما سينما ونكن أنت يا أنت يا مشيتي بين الوحد الإخراج لشوية صعيب يعني أسلوب للدار في أفلام عالمية لك لشي هربو لك من المنتاج يقول لا أخذ نقول لك لا المسألة هي مسألة كتدق في أصغر التفاصيل هذي كيلي شوية أنا براسي كنت نقول كنقوم كنقول ويني فراع مع راسي أنا أنا جست واحد الكلمة حيث كنت حاضرة في التورناج ماشي بزاف ولكن أنا در صغير أباريسيون كأس مخمدي شي سبارك الله علي يعني إدارة الممثل وإدارة الممثل المهمة كذلك عند واحد لك باش يبقى كالم ويجري تود لسي سيتيازيون دي ما معطيش احنا أنا ملفة مع مخريجين مع مع درت لسين درت سميته عرا بعد المرات كت 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 نيرفا كت سميته عرا بسي هو إلجا يخطو واحد لكان واحد سميته كل شي كيديرو تبارك الله علي هدا شتو هدا نقدر يعني نشهد فحقه نعم وعدتي أم ديالك باش غدي يمشي لتاقموت باش احنا الدوار دين هو اقوك اقوك ودوار فين جاب الضغط إلى منطقة قول اقري انتردوز عمل التطا ونحن قرب التطا بالزاف اقوك والدوار تاقموت والفيلاج انا انا عندي واحد العلاقة ما كان نحس بالقوة ديالي بستح كنستمد من من الاصل يعني احت الفين من لاحتي راه ضيور العنون المكتوب بالامازيغية والعربية والعرنسية هاد هاد القادية خلاني انني احت الفين من ضيف فيه دي با خسونج لهم بسميتو لعبين ادوار اسميتو بالامازيغية انا انا اضرب بالامازيغية ميمكنش لي ندير شي عمل وميكونش فيه شي حاجة ديالنا شي حاجة ديال ديال ديالي انا نحقك يعني بالامازيغية وبالامازيغية ديالك وهذا شعر في هاي واحد انا بغيت ندير الناس ديال الفامي ديال حبابنا و اي تمازير تكلو للا نغير باش نظر الفين ان شاء الله يختينا ان شاء الله الفين هو الان في قاعد سينمائية الان بعد بدتي تتخمم فيلم اخر دائما الواحد نتي يالله نزل اول البيبي ديال وتخمم ميقول كوان دير تاني لي كبر مع الحمدلله مع رضون كنا كتبنا وحد ثلاثة السيناريو هادا جاف وحد طرف اللي كانت لان هادي ستين فغيس لغ اللي كانت وقعت وهي اللي خلت انه بدو بها لما تخترت كتجي كي شي حادث لي هو سان كادو من الله قصة صاحبك وقعت كادما دي وقعت لي نحنا وإلى لاحظة الفيلم كي يعود على سينما وتمثيل كممبتيل نعم سان في غيرون الامنية دير يكون ممثيل ومبعد كيت انتغرا في واحد الفيلم سينما كبير امريكي كي يجب لور بي تحق رحون ديالو يدو كي سي بان غيف سع عند علاقة بالامازيغ اللي كي يوصلوها هو الاستد ديالو فاحد قال بهزلي والدحك ولكن كين ديالو كين وكين نحاول ونبين الصورة الفنان المغربي اللي هو ضيق ضد السار كي قولها انا فنان انا بحل الشمعة كنت تحرق باش نضوي الناس خلان لسي ديالو اللي اللي كان اوماج بالنسبة المصرح المصرح المغربي مثلا